اخطر ثمانية الطرق في العالم واحد طريق شمال يونغاس على رأس قائمة الطرق الخطرة يأتي طريق يونغاس الواقع في بوليفيا بالإضافة إلى موقعه الخطر تأتي مشكلة الانزلاق من على حفته أثناء المطر فيسمى طريق الموت حيث يلقى حوالي ثلاثمائة شخص مصرعهم كل عام بسبب انهيارات الطريق المستمرة اثنان طريق بي آر مائة والستة عشر يسبب هذا الطريق الواقع بالبرازيل الآلاف والآلاف من الحوادث كل عام فتحدث الحوادث بسبب المسارات غير الممهدة وسلوك السائقين السيء خصوصا سائقي الشاحنات بالإضافة إلى جرائم القتل والسرقة والمطاردة التي تقع عليه كل عام ثلاثة طريق سيتشوان يقع طريق سيتشوان في الصين وبالرغم من جمال المناظر الخلابة التي يمكنك أن تراها أثناء السير خلاله إلا أنه تحدث آلاف من الوفيات نتيجة السقوط المفاجئ للصخور لسبب تغيرات الجو الشديدة في هذه المنطقة أربعة طريق ستليفيوباس طريق ستليفيوباس الواقع في إيطاليا يعتبر من أخطر الطرق الموجودة في العالم فهو يقع على مسافة تسع آلاف قدم فوق سطح البحر بالإضافة على أنه يحتوي العديد من التعرجات خطأ بسيط في القيادة أثناء السير عليه قد يؤدي بك أسفل الجبل على الفور خمسة طريق وادي سكايبرز تخيل الطريق الجبلية التي شقها عمال مناجم منذ 140 عاما بالتأكيد سوف تكون ضيقة وخطرة جدا بصرف النظر عن ذلك يعتبر هذا الطريق أحد المزارات السياحية بنيوزلندا حيث يمتلك العديد من المناظر الخلابة التي تجذب العديد من السياح ستة طريق ترولستيجن يمتد الطريق الواقع بالنروج لأكثر من 100 كيلومتر بنسبة حذار عالية تصل إلى 9% وبرغم خطورة الطريق وضيق مساره إلا أنه يعتبر أيضا أحد المناطق السياحية لما يحتويه من شلالات ومناظر خلابة سبع طريق الهيملايا إذا كنت من المهتمين بمغامرة من نوع فريد خصوصا على قمة العالم فإليك هذا الطريق الواقع في الهند حيث يعتبر طريق الهيملايا هو الأعلى في العالم بارتفاع يبلغ 11,578 قدم بالإضافة أنه يحتوي على حارة واحدة قد لا تكون مناسبة لجميع السيارات فيقطع المسافرين جزءا منه سيرا على الأقدام يقع جسر أوهاشي باليابان وقد تم بنائه بهذا الشكل والميل الكبير الناتج من الارتفاع كي يسمح للقوارب بالمرور من تحته تعتبر الشدة الميل على هذا الجسر غير اعتيادية فتتطلب القيادة بحرص شديد وبسرعات معينة لتجنب الحوادث ادعمونا بالاشتراك بالقناة ولا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة للفيديو